إذا كان ده كل ما في محتوى بعضمة لسانه يبقى هناك كلام كثير وأخير في الغربال شيطانة الأهلي لعبة مكشوفة على ذكر برضو نفس الحدث لأن الحدث شهد الحقيقة احتفال كل الجماهير العربية احنا شفنا الأشقاء في تونس ازاي محتفلين صوت وصورة بالنادي الأهلي شفنا الأشقاء في الإمارات في قناة بوظبي محتفيين قد ايه شفنا الأشقاء في قطر عبر قناة البي اين سبورت ازاي بيقدروا الأهلي وازاي فرحنين وسعداء بهذا المستوى الذي بلغاه الأهلي من الاحترافية ومن التمثيل الرائع جدا لبلده من هؤلاء كان الأشقاء في فلسطين ربطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين سواء الصديق العزيز علاء خالد وضياء أبو لؤي وخليل وبقية المجموعة أو حتى ربطة الأهل المصري حب الأهل المصري جمعنا للصديق أسام عمر هذه الروابط يا جماعة فيها الألاف من الأشقاء الفلسطينيين في غزة وفي بقية المدن الفلسطينية محبين جدا لنادي الأهلي رفعوا عالم فلسطين في مدرجات المباراة في فرحة التتويج لو تفتكروا لعبة الأهلي كانت شائلة عالم مصر طبعا بيتسو مسماني شائل عالم بلده جنوب أفريقيا فرحة أيضا بأنه بيمثل جنوب أفريقيا زي ما حنلاقي بدر بنون شائل عالم المغرب كل واحد بيشجع بلده هو ده الكرنفال الحلو قوي ليه بقول لكم شيطانة الأهلي لأن هناك من أخذ هذا الموضوع بعيدا جدا عن الطبيعي وعن المقلوب إلى درجة أننا بدأنا نقرأ ليه عالم فلسطين موجود في المدرجة والبعض الناس حاولت تصطنع ما اعتبروا البعض شيطانة النادي الأهلي ليه يا جماعة السوالة من فلسطين وكأنه فلسطين تم اختزالها في جماعة واحدة اللي كاتب كده واللي حاول يسيء للنادي الأهلي بكده واللي حاول يستغل لمجرد عالم لدولة عربية شقيقة محتلة ومغتصة بأرضها واللي بيقول كده بيتنازل وبيتناسل وبيتغافل عن كل ما كان يعتقدوا من تقدير للقومية العربية ودور وقيمة القضية الفلسطينية كقضية محورية فقط عشان يحدف طبطين على النادي الأهلي مش احنا اللي بنرد على محاولة هذه الشيطانة اللي رد اللي أستاذ عمرى أديب نشوف اللي من اللي فاته كان فيه خناءة ملهاش لازمة نادي الأهلي شرفنا يعني ورفع راس الكرة المصرية بعد إحباط شديد وخد بطولة السوبر بفوزوا على الرجاء المغربي احتفالات وسعادة وكل حاجة إخواننا بتوع الرجاء لبسوا عالم المغرب والمصريين فيهم أغلبهم لبسوا العالم المصري فيه واحد أو اتنين لبسوا عالم فلسطين يعني حسين الشحاد لبس عالم فلسطين إيه المشكلة هي فلسطين دي مش بتاعتنا هي فلسطين دي مش أرضنا مشاعر جميلة يبدو أن العالم أو الإعلام فلسطين كانت موجودة جوة المدرجات حد حدف ليهم العالم وخصوصا أن حسين الشحاد كان خرج فالراجل نزل ارتدى عالم فلسطين دي حاجة دايق مش معنى كده إن حسين الشحاد مش مصري مش معنى كده إن اللعبة دي ما بتحترمش عالم مصر مع عالم مصر كان موجود إنما عالم فلسطين هو العالم يعني تقريبا الوحيد اللي ممكن أحطه جنب عالم مصر عالم فلسطين مش بتاع حماس أنا بقول لكم على بلاطة عالم فلسطين بتاع العالم العربي كله تصرف جميل أنا مش شفتش فيه شيء يستدعي الخناء إنما أنا رأيي إن كانت لفتة طيبة وشيء جميل إن أنت في محفل كبير زي دا الناس برضو تتذكر عالم فلسطين ما كانش عندي مشكلة إن حزين الشحاد لابس عالم فلسطين بل بالعكس برضا وسلاما وشيء جميل واللعبة تتصور معاه ماشي موضوع العالم والله يصدقني الناس لازم تحاول تبقى وزلك اللقطة أيوة هو مش قادر يتحمل الفرحة فيقولك بس اللي شلت عالم فلسطين طيب لو عالم فلسطين يترامى محدش لبسه حتى عالم فلسطين يترامى لك محدش لسيت القضية هيعكس ما لهمش مواقف الناس اللي بتقول كده ما لهمش قضية غير أنهم متضايقين دي قضيتهم الأساسية أما مسألة عالم فلسطين زي ما بقول الأستاذ عمر بكل واحد شل عالم بلده وعطر في عالم فلسطين ما تدي دعم طب مرضود بقى أنك إنت رفعت عالم فلسطين إيه اللي حصل دلوقتي بصوا بقى شوفوا التأثير الإيجابي بتاع لقطة مسؤولة زي دي الدوري الفلسطيني كل المباريات العالم المصري يكسو كل المدرجات آخر مباراة بيلعب فريق نادي خدمات المصيرات ونادي البريج التوشح بعالم فلسطين مش موقف سياسي بقدر ما موقف إنساني أنت بتتعاطف مع دولة عايز تلفت النظر اللي بيحصل فيها فهذا موقف حتى إنساني وقومي وعربي وعربي مصري لأنه الدفاع مصري عن القضايا الفلسطينية اللي تحملت فيها كثير هو دفاع عن صميم الأمن القوم المصري الكلام الحقيقة للأسف الشديد يعني بيودين سوء النية للي من يطرح هذا السؤال طيب بصوا بقى هنشوف عالم الآلي وعالم مصر ده في مباراة خدمات النصيرات ونادي البريج رسالة شكر المصر والعروبة وعالم مصر جمع على فلسطين لو جبت كل المدرجات العالم المصري موجود في كل المدرجات مع الأشقاء الفلسطينيين ده إيه عرفانا وامتنانا وتقديرا واحتراما وتفاعلا مع قيمة مصر ودور مصر أنه جماهير الآلي الفلسطينية في كل المدرجات بترفع عالم مصر في الأساس تقديراً لدور مصر ده نتيجة إيه؟ أنك أنت حريص على احترام هذه القضية وعلى الدفاع عن زي ما عمر أديب قال أنت ليه متخيل أنت ليه هذا المدعي ضد الأهلي والمتربص بالأهلي والمحاول شيطانة الأهلي سواء في برنامج أو في تويتر أو 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 تلقيحة ليه ما بتتكلمش على أنه فلسطين ما هياش غزة فقط وغزة ما هياش حماس فقط القضية الفلسطينية أكبر من كده ده غزة تعطفة مع مصر والنادي الأهلي خلي بالك هو حماس ليه عالم حد يشاله لا بصوا بقى علشان يبقى الكلام في منتهى الوضوح في هذه القضية وكلام في الأهرام صحيفة مصر القومية التاريخية الكبيرة شوفوا الكلام المسؤول والمتزن من كاتب صحفي كبير بقيمة الأستاذ نبيل عمر كتبوا كمان في المصر اليوم النشر كان في المصر اليوم فقال نبيل عمر اللي هو مدير تحرير الأهرام كتب في المصر اليوم بعنوان الأهلي وخطورة الشيطانة وإحنا لقينا القضية فعلا فيها بعض الخطورة حبينا نتكلم فيها بكل الوضوح علشان هؤلاء المتربصين واللي بيتصيادوا للأهل كل حاجة زاريع الفتنة كاريه الفرحة يبقوا عارفين أن محاولاتهم مكشوفة لأن قيمة الأهل ودور الأهل الوطني واتساق الأهل مع بلده وخدمة الأهل لقضايا وطنه أكبر كبير كتير جدا من أن تمثل الهزر نحن هنا لن ندفع الأهل ولكن نكشف نوايا هؤلاء كتب الأساز نبيل عمر منذ فترة ليست قصيرة وفضائيات معينة ومزيعون وشخصيات الرياضية لأسباب متنوعة تحاول شيطانة الأهل ليبدو ناديا مارقا متعاليا فوق الجميع جمهور أو بعض منه لا يحترم الأرض التي ولد عليها ونعم بخيراتها وحمل اسمها وتاريخها مبدئيا الكلام للأساز نبيل عمر وقبل أي كلام الوطن هو فصيلة الدم ونن العين الوطن فصيلة الدم ونن العين ورائحة الجنة وطعم الحياة وهو الهاتف الذي يجعلنا نتقاسم كسرة الخبز ونستهين بالخطر ونركب المخاطر والأهوال لنرفع رايته ونعزف سلامه على الدنيا كلها هذا هو الوطن يا أستاذ إبراهيم الذي يراه الأستاذ نبيل عمر وهو أهلاوي والذي نراه والذي نؤمن به والذي لا يؤمن به هؤلاء الذين يقولون الأوطان أكفان صحية بيقول الأستاذ نبيل عمر ويستحيل أن نقبل أو نسكت عن أي فرد أو جماعة تسيء إليه بأي شكل لكن أيضاً يصعب أن ندع أسلاكاً شائكة يلفها البعض حول وطنية جمهير الأهلي زعمين انحياز هذه الجمهير إلى جماعة سياسية إرهابية على حساب وطنها ويصوغونها في عبارة خبيثة بأن ألترس الأهل مخترق من الإخوان ثم اتسعى الخرق على الراتق وسقطت من أفواهم كلمة ألترس ولا يدعون مصادفة تمر ولا يدعون مصادفة تمر دون استغلالها في إشاعة هذه الخرافة ويقول نبيل عمر كما حدث قبل أسابيع في مباراة لم يتوقف 349 مشجع عن الغناء والرقص احتراماً للسلام الوطني وهو يعزر رغم أن الناس قالت ما كانش صوت باين وصوروا الوقع بأنها رسالة مقصودة وتماد بعض المتربصين اللي الكلام ده لكشفهم وكشف زيفهم وألعبهم الجملة الأخيرة من عندي كما لو أن هؤلاء الصيبية والمراهقين والشباب الأرعن هم النموذج الذي يقاس عليه عشرات الملايين في المدن والمراكز والقرى والكفور والنجوع على امتداد الوطن كله بهذا التفكير الغوغائي تهى الدقائق الواقعة ولم نفسرها على نحو صحية فهؤلاء المشجعون لهم أسماء وبيانات وصور مسجلة وكان يسهل إخضاعهم لبحث اجتماعي شامل فنعرف أصلهم من فصلهم ونفرق بين الذين قصدوا عدم احترام السلام الوطني والذين اندفعوا مع القطيع للغناء والرقص المحردون نحاصرهم قبل أن ينتشر خلايا نائمة والآخرون ننقذهم من الفهر وربما كنا اكتشفنا شيئا مغيرا لكن مساحة التأويلات زادت على شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات إلى حد تبادل صورة لعقد قران لعب معروف بجانبه شخصية كبيرة وبينهما شيخ يبرم العقد وقد تبدو الصورة من باب التحفيل أو السقرية المعتادة بين الجماعين في ذلك الزمن لم يستمر الأستاذ نبيل عمر في شرح كل هذه الأبعاد باختصار نفذ وجودها المحسوس على هذه الجماعة من صغرة حساسيات سياسية غير دقيقة ولأنها كانت تعد العدة للقفز على السلطة فكرت في الوصول إلى دوائر شبابية منفعلة تستخدمها وقودا عند الصدام المؤجل وظهرت روابط الألترس ثم الحديث عن ما سبق لهذه الجماهير لكن الجملة التي يختتم بها مقالته بشأن الأهل يقول نبيل عمر إن محاولات شيطانة الأهل والتربص به فضائيا وإداريا وعمليا كأنه عقاب مقصود خطر جدا فاهدأوا قليلا يرحمكم الله حتى تستكمل الجمهورية الجديدة مهمة البناء دون معوقات إضافية وهي التي تعلمت دروس التاريخ وأغلقت باب السياسات القديمة مع الإخوان بالضب والمفتاح أستاذ إبراهيم جماهير الأهل عشرات الملايين متوزعين في أرجاء مصر حيبقى فيه جزء منها ضئيل جدا له توجهاته سواء اليسارية العقائدية الإخوانية حيبقى فيه نادي الزمالك له نسبة أيضا فيها ملايين هتجد أيضا جزء من جماهيره أصحاب أجندات وعقائد الخطورة أنك أنت عايز توجه وتشاور على جماهير بعينها طيب ما هو العشرات الملايين الذين يؤمنون ببلدهم والذين يؤيدون ونزلوا الميادين لتقييد 30 يونيو هم شعب معظمه من الأهلوية ما نحن نقدر نشاور كده برضه لأن الشعب مش هيختفي مش هنقول بتوع القرى دول يفرزوهم على جام والباقي دول بتوع السياسة مش هتلاقي هو الشعب المصري له اهتماماته هنا وهنا وهنا ولكن أنا مع الأستاذ أمين أستاذ نبيل عمر ما انت عارف الناس ما تروح لهم وعلى فكرة السلام الوطني مش الجماهير بقى ده في صور للععبة أثناء السلام الوطني لا تكترس ولا تردد ولا ولا تركز ولا وبتتكلم في مواضيع تانية مش معنى كده انهم ما بيحبوش بلدهم لكن هذا نوع من الابتزاز والاستخفاف بعقول الملايين مصر بخير والتحريط يا سيد إبراهيم في هذه اللحظة بالذات أستطيع أن أقول لك أن شباب هذه الأمة يلتف حولها بكل القناعة والصدق والاقتناع وبمنتهى الإخلاص لأنهم رأوا ما لم يروه سابقاً من عمل وجه وصدق ترجمة نانسي قنقر